السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم ميديكول معكم دكتور مونير يعتبر الحديد من أهم العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لأنه يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية فهو مكون أساسي لليموغلوبين في الكوريات الحمراء كما أنه يساعد العضلات على تخزين واستعمال أكسجين وأيضا له دور مهم في تكوين البروتينات والأنزيمات في الجسم لهذا فإن الجسم يحتاج باستمرار إلى كميات معينة من الحديد ولكن عند نقص هذا العنصر الحيوي لسبب أو لآخر فهناك العديد من الأعراض التي تظهر في الجسم أهمها فخر الدم بسبب نقص لليموغلوبين الذي يعتبر أهم مكون للكوريات الحمراء شحوب الوجه الشعور الدائم بالتعب والإرهاق ولو بدون مجهود هناك أيضا تكسر الأظافر تساقط الشعر برودة الأطراف فقدان الشاهية صداع الرأس والشعور بالدوخة صعوبة الحفاظ على حرارة الجسم وأحيانا هناك أيضا التهاب اللسان وجفاف البشرة ولتفادي نقص الحديد بسبب تغذية هذه لائحة بأهم الأطعام الغنية بالحديد هناك أولا بقوليات بجل أنواعها وأيضا الحبوب نجد أيضا الفواكه مثل التمر والعنب والتين والبرقوق هناك أيضا الخضر مثل السبانخ والبروكولي والبطاطس نجد اللحوم خصوصا الكبد هناك أيضا البيض الأسماك وخصوصا المحار هناك أيضا بذور السمسم واليقطين واللوز والفصق والكاجو وغيرها من المكسرات وللإشارة لكي يكون امتصاص الحديد من طرف الجسم مهما وكبيرا يجب السهلاك أيضا الفيتامين السي وتفادي الشاي شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله